تحور جديد لفيروس كورونا يضع العالم أمام مواجهة أصحب فقد تحذرت منظمة الصحة العالمية من متحور جديد يحمل اسم لعنبدة وقالت المنظمة إن القرائنة المتوفرة حتى الآن عن هذا المتحور لا تبعث على التفاؤل ويتحدث العلماء عن توليفة غير عادية من التفرات في هذا المتحور والتي قد تجعله أكثر قابليا للانتقال يوضح العلماء أن لدى المتحور الجديد سبع جزئيات من البروتين الشائك تسهل عليه الارتباط بخلايا الإنسان وتجعل أيضا من الصعب على الأجسام المضادة الالتصاق بالفيروس وتعطيله لا دراسات وافية بشأن المتحور ولكن بحثا لكلية جروزمان للطب في جامعة نيويورك كشف أن الأجسام المضادة الناجمة عن لقحي فايزر وموديرنا أصبحت أقل بمقدار ضعفين إلى ثلاثة أضعاف مقارنة بما ينتجه اللقاحان أمام الفيروس الأصلي ينتشر متحور لمبادا في 29 دولة بمستويات مرتفعة في دول أمريكا الجنوبية على وجه الخصوص ففي الأشهر الأخيرة تم اكتشاف هذا المتغير في 81% من حالات كورونا في البرو وهي أول دولة يتم الإبلاغ فيها عن ظهور أول إصابة بهذه السلالة في أغسطس الماضي فيما سجل 31% من الحالات في تشيلي بهذا المتحور لكن وفقا للتقييم المخاطر الأخيرة منظمة الصحة العالمية بشأن اللنبدة فليوجد دليل حتى اللحظة على بلد تفوق في هذا المتحور على متحور دلتا